خليني بقى أشرح لحضراتكم بتفصيل أكبر عشان تبقى الأمور إيه واضحة جداً لحضراتكم يعني إذا كان لون المولود مش إحنا قلنا أن أول عنصر بيقيم هو لون المولود إذا كان لون المولود شاحب لونه شاحب خالص فبياخد صفر إذا كان لون المولود بين اللون الشاحب إلى اللون الأزرق فالمولود ياخد واحد أما إذا كان لون المولود زي ما لسه قيلين من شوية هو اللون الأحمر القرنفولي أو الأحمر الوردي ها؟ قلنا لسه قبل كده الحكاية دي فالمولود هنا ياخد اتنين في التقيق تمام كده؟ نكمل قلنا تاني عنصر بيقيم إيه؟ النبط اللي هو معدل ضربات قلب المولود إذا كان النبط غير مسموع مش قادرين نسمعه بالسماعة خلاص؟ فالمولود في النقطة دي بياخد صفر إذا كان معدل ضربات القلب أقل من مية في الدقيقة تقولوا لي مية؟ أقول لكم آه ما هم ضربات القلب عند الموليد وعند الأطفال أكتر بكتير من الكبار إذا كان المعدل أقل من مية ياخد واحد إذا كان معدل ضربات قلب المولود أكتر من مية ده ده المثالي فالمولود ياخد اتنين إيبه ده تاني عنصر قيمناه في أبجر سكور طيب إيه العنصر التالت؟ قلنا الاستجابة للمؤثرات الاستجابة للمؤثرات إذا ما كانش فيه استجابة خالص للمؤثرات فالمولود في التقييم ياخد صفر المؤثرات دي حاجات بنعملها كده معانا بنشوف رد فعل الطفل عارفين الحاجات اللي هي زي مثلا ما نمشي حاجة اللي هما بيعملوها كانوا أسازة أو أطباء المخ والأعصاب أو زي البتاعة اللي بتتخبط على الرجبة فتلاقي الرجل تنتر كده هي فيه اختبارات كده بنسميها الاستجابة للمؤثرات دي اللي هي اسمها المؤثرات الخارجية يعني فإذا ما كانش فيه استجابة الطفل ياخد إيه؟ صفر المولود إذا كانت الاستجابة مجرد تكشيرة أن الطفل كشر ياخد واحد أما إذا كانت الاستجابة للمؤثرات في صورة بكاء أن الطفل عيط فالمولود هنا ياخد أعلى درجة في التقييم وهي اتنين على فكرة عياط المولود ده مهمة أوي مش فاكرين أكيد كلنا فاكرين فيه مشاهد كده سينمائية وتلفزيون تلاقي الطفل لما يتولد لو يقعدوا يخبطوا على ظهره خلاص عشان يعيط الطفل اللي ما بيعيطش ساعة الولادة ده بيكون مقلق جدا وصوت العياط ده دايما كانوا بلغة بقى السينما يقطعوا على الأب بره يبقى يواقف بره ونلاقيه بقى أنه هو إيه على وشه كده ري أكشن اللي هو الحمد لله والحاجات دي كلها وده طبعا ده اللي بيحصل في الحقيقة مش في التمثيل وبس يا فبكاء الطفل هنا رغم أنه هو بكاء بس ده من أكتر الأصوات المطمئنة للأطباء للأطباء داخل مكان الولادة سواء غرفة عمليات أو غرفة ولادة في حالة الولادة الطبيعية أو للأهل بره طبعا الأهل بره ما بيسمعوش قوي لأن المسائل ما بتبقاش مفتوحة كده على البحر بس ممكن برضو يسمع فلو الطفل كان الاستجابة المؤثرات النوعية ياخد اتنين ياخد أعلى درجة في التقييم ها فاضل كده كم نقطة في التقييم فاضل نقطتين ايه هم قوة العضلات ومعدل التنافس هنبدأ بقوة العضلات إذا كانت عضلات المولود رخوة يعني سايب من بعضه كده ياخد صفر طيب إذا كان فيها بعض الحركة يعني فيها بعض المقاومة ياخد واحد وإذا كانت العضلات فيها نشاط فالمولود ياخد اتنين وأخيرا تنفس المولود إذا كان غير موجود أو غير ملاحظ بمعنى أدق فالمولود ياخد صفر غير ملاحظ من مين؟ من الأطباء يعني انتوا باخدين بالكو فهنا التقييم ده مهم جدا وإذا كان تنفس المولود بطيء وغير منتظم فالمولود ياخد واحد في التقييم أما إذا كان معدل التنافس جيد ومع بكاء كمان فياخد اتنين زي ما عرفته كده خمس جوانب يتراوح تقييمهم من صفر الاثنين في كل نقطة بي